أهلا بحضراتكم من جديد والجانب ده متعلق بالتأكيد نتكلم فيه على استعادات الأهل لمباراة ميدياما الغاني والنهاردة استأنف الفريق تدريباته بعد الحصول على راحة سلبية بعقب العودة من الجزار الفريق رجع فجر السبت خد أجازة سبت وحد النهاردة الاثنين كان تدريب صباحي وقامنا على الشاشة هو جانب من تدريب النادي الأهل الصباحي والنهاردة فيه أخبار سعيدة لكل جماهير النادي الأهل أولا كريستوهوف فيه جانب من البرنامج التدريبي والتأهيل اللي وضعوا لي الجهاز الطبي استعادا طبعا للفترة الجاية عشان يبدأ يخش فيه التدريبات الجماعية لكن كريستو لسه قدامه شوية وقت فيه صعوبة شوية أنه ممكن يلحق مباراة ميدياما ولكن الأخبار السعيدة فيه بقى النهاردة انتظم بيرسي تاو في المراني الجماعي كذلك انتظم المهاجمة الفلسطيني وسام بوعلي في تدريبات الأهل كذلك النهاردة شارك أحمد نبيل كوكا في تدريبات الأهل يبقى النهاردة عندنا انتظام لثلاثي مهمة جدا لدعم صفوف الفريق قبل مواجهة ميدياما لغاني بيرسي تاو وسام بوعلي أحمد نبيل كوكا أعتقد ده خبر مهم جدا وسعيد جدا لكل جماهير الآلي في الظل النقص الحاد اللي كان موجود في صفوف الفريق في توقيت مواجهة شباب بلوزداد نهاية الأسبوع الماضي وجانب مهم جدا النهاردة فيه تدريب بقرة كمان فيه تدريب يوم الأربع فيه تدريب فأعتقد مساحة الوقت دي هتبقى مناسبة للجهاز الفني لاستعادد أكبر قدر من اللاعبين اللي تعرضوا لإصابات في الفترة الأ أخيرة عشان يكونوا مع البعثة اللي هتسافر إن شاء الله مساء يوم الأربع إلى كوماسي الأهل هيتحرك مباشرة في طيارة خاصة في رحلة مباشرة من القاهرة إلى مطار كوماسي لأن الأهل هيلعب في كوماسي مش هيلعب في أقرة هيلعب على ملعب ببيارة مباراة ميدياما الغاني يوم الجمعة الساعة ستة بتوقيت القاهرة قدامنا حسين الشحات أحمد عبدالقادر كمان في التدريبات الجمعية أعتقد بنسبة كبيرة كمان ممكن يكون موجود مع الفريق في رحلة السفر إلى غانا خلاص ببتدأ يشارك في التدريبات الجمعية ردة سليم اطمأنين عليه شارك في جانب من مباراة شباب بالوزداد يعني لو بنتكلم على الغيابات بنتكلم على محمد الشناوي بنتكلم على خالد عبدالفتاح بنتكلم على كريستو وقال يو جانج لسه شوية وقت يعني قال يو جانج ممكن حوالي شهر ونص شهرين زي ما قلت مبارح مش أقل من كده على ما يبدأ يرجع لانه خلاص بقى يجب انه هو يتم بإجراء العملات جرحية عشان الألام اللي كان بيشتكي منها في الفترة الأخيرة حتى لما كان موجود مع منتخب مالي يعني نتمنى انه ما تكونش معايا للفترة اللي جاية نقطة مهمة جدا الساعات الأخيرة ناس كتير قالت أنتوني مودست سافر فرنسا أنتوني مودست ممكن ما يكونش موجود مع الأهلي في غانا أنا من غير مطلع أنفي أو من غير مطلع أقول أي تفاصيل أو أخبار قدامكم على الشاشة صوت وصورة أنتوني مودست في تدريبات الأهلي أهو على الشاشة أنتوني مودست في تدريبات الأهلي النهاردة شارك في المراني الجماعي وبالتالي بإذن الله إن شاء الله أنتوني مودست هيكون موجود مع الأهلي في رحلة غانا بإذن الله إحنا لما بنحب نقول معلومة ما بنسترسلش أو بنقول معلومة كده من الهوى بنسبة هالكسوط وصورة 48 ساعة اللي فاتت الفريق كان أجازة طالما الفريق أجازة وأي لعب في توقيت الفريق أجازة وعنده بعض الأمور الخاصة اللي ممكن ينجزها أو يسافر يخلصها خاصة لما يكون لعب أجنبي ما فيش مشكلة ممكن يعمل لما عندنا لعبة مصرية بتلعب في الدوريات الأوروبية أو حتى في الدوري السعودي لو في أجازة ممكن ييجي مصر يختف رحلة كده يومين ويرجع أنا شفت ده كتير زمان حتى لو حسين كان بيلعب في العلم الأماراتي كان بيتقرر كتير الموضوع ده ولكن دايما الناس ربطت أنتوني مودست سافر فرنسا فبنسبة كبيرة مش مع الأهلي في غانة نهاردة أنتوني مودست صوت وصورة هو معاكم في التدريبات وبالتالي موجود ودي أحمد نبيل كوكا كمان للأسف مراونا عطية مش هيكون موجود بسبب الانزار التالت قهربة هو موجود حسين الشحات موجود ده جانب من تدريبات الأهلي والأخبار اللي كنت مهمة جدا أتكلم عليها على الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني كل اللي عابين الحمد لله شاركوا معادة المجموعة اللي ذكرتها بشأن الإصابة